وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والتي ستعقد غدا الخميس وأوضح المتحدث باسم الأمين العام من أبو الغيت سيتناول في البيان الذي سيلقيه أمام مجلس الأمن الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فعالية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة خاصة مع مجلس الأمن لتسوية كافة النزاعات والأزمة الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة الإسرائيلية